أعلن وزير التنمية المحلية هشام أمنى عن قيم فرق عمل من الوحدة المركزية لحياة كريمة بالوزارة بزيارة ميدانية للمحافظات المستهدفة في المبادرة الرئاسية حياة كريمة لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى ومدى جهزية القرى التي يمكن افتتحها رسميا خلال الفترة المقبلة أضف وزير التنمية المحلية أن إجمالية عدد المشروعات المنفذة حتى الآن في 1470 قرية بمحافظات المرحلة الأولى بلغ حوالي 23 ألف مشروع في كافة القطاعات الخدمية التي تهم المواطن كما بلغت نسب التنفيذ أكثر من 70% وهناك مشروعات كثيرة جاهزة للافتتاح والتشغيل بعد الانتهاء من توصيل المرافق لها